السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح نبدأ شويةكم بعملية خزن البيانات داخل التطبيق طبعا من ضمن أنواع خزن البيانات عدنا كثير أنواع حقيقة يعني احنا نقدر نخزن البيانات بأكثر من طريقة في داخل التطبيق طبعا أول واحد ويانا هو Shared Preferences Shared Preferences هذه هي لخزن البيانات داخل التطبيق يعني بداخل التطبيق فعليا يتم خزن البيانات البيانات تكون على شكل XML يكون بها Key and Value يعني يكون بها مفتاح ويكون القيمة مالتا فأنت حتى تغزن رح تغزن عن طريق مفتاح حتى شنو لما تسترد هاي البيانات مجرد تذكر اسم المفتاح ينطيق القيمة مالتا فهو يعتبر Simple Data يعني للبيانات الصغيرة لا تستخدمها لخزن بيانات عملاقة يعني لا تعتبرها كDatabays رح تقولي طيب شنو أنا أستفاد أصلا إذا هو ما يغزن بيانات كبيرة يعني شنو أغزن بيانات بسيطة شوف التطبيقات الحقيقية اللي على أرض الواقع لما تتصل بالسيرفر يعني إحنا دائما من نصنع تطبيقات التطبيقات يكون بها جزءين يعني إنت لما تكون مطور تطبيقات موبايل فFlatter Android, Java, Kotlin Swift مثلا بالIOS أو حتى React Native وغيرها تعتبر أنت front-end تمام؟ front-end بس للتطبيقات شون عدنا front-end للويب؟ أنت front-end للتطبيقات فلما تكون front-end للتطبيقات بمعنى أنه أنت البيانات لازم أحد ينطيك إياها اللي هما يقومون بها جماعة يسمونهم بالback-end ذولا ينطيك API ويقولك هاي البيانات على أرض الواقع فعليا نقدر نقول تقريبا تقريبا أكثر من 80% من التطبيقات الموجودة هي تعتمد على username و password حلو؟ فبالتالي أنت username و password لما تيجي تعمل login السيرفر شون يعرف أنه أنت عامل login ولا لا؟ فيتم خزنها بداخل الموبايل هو رح ينطيك فتشي اسمه token حتى ما ردي داوخكم بس خلين نقول مثلا جبل JWT قلتكم بس يجفت صورة عن JWT.io اللي يستخدموها جماعة الback-end هذا مثلا يرسلك المعلومات مالتك مالتال user مثلا username و password معلوماتك يدزلك هي عشكل هاش كود مثل هذي الكود اوكي encoded هالشكل فهاي أحتاج أني أغزنها بالموبايل ليش؟ حتى لما أرسل سيرفر معلومات أنا لما أريد أضيف شيء معين على سبيل المثال أنت لما تستخدم تطبيق فيسبوك بالفيسبوك لما تنزل منشور لما تعمل like شون يعرف فيسبوك أنه وهذا أنت بالويب هذا الموضوع ممكن يحلوها بالسيشون بس لكن بالموبايل ما رح يعرف منه أنت فلازم أكوفة شي يدل عليك احنا ندلله عن طريق منه التوكن فلذلك تطبيقك لتستخدمه واتساب أو فيسبوك أو انستجرام بالموبايل فعلياً هو ده يعتمد على التوكن فهذا التوكن يتم إرسالها للسيرفر حتى يقول أنه هذا الشخص يريد يعدل أو يريد يحذف أو يريد يضيف البيانات فلازم تكون محمية بالتالي هنا أنا يجي دور منه shared preferences أقدر أستفاد من عندها لخزن بيانات بسيطة على فكرة مو فقط هاي الحالة لا مثلاً أنا عندي فتقيمة معينة أريد أغزنها بالتطبيق حتى أستفاد من عنده في بعد فترة على سبيل المثال أو أثناء التطبيق مثلاً true and false أريد أتحقق مثلاً إذا هو عملها true فأبقيها true إذا عملها false فأبقيها false تمام فإذن هي تستخدم للبيانات البسيطة رح نأخذ فكرة عنها شون نستخدمها طبعاً أنت بس مجرد تكتب shared preferences هالشكل بGoogle Flutter بجانبه رأسنا رح يطال لك shared preferences أوكي بداخل البوب ديف أو تبحث هنا بالسيرف شمالته فتنصيبة جداً سهل تيجي على الانستالينغ هذا هو النسخة مالتا بغض النظر حد لو يماك النسخة مختلفة عادي جداً هم يصير فتيجي هنا بالبوب تنزل للأسفل مثل ما قلنا احنا نضيفها تحت الكوبرتينو فنقولها شنو بوب جيت حتى ينصبها لو تيجي على الـ documentation shared preferences أنواع كثيرة من البيانات يدعم يعني الـ data type عندها فعلياً يدعم الـ init يدعم الـ boolean يدعم الـ double يدعم الـ string ويدعم أيضاً الـ string list يعني حتى تجد تغزم بها list يعني ممكن هذا أيضاً يفيدك في موضوع لما تريد مثلاً عندك تطبيق وفي شخص مثلاً اختار مجموعة ألبسة مثلاً أنت عندك تطبيق صانعها للـ shopping online تسوق online فالشخص هذا مثلاً اختار مجموعة شغلات وفيما بعد مثلاً طلع من التطبيق وممكن ثاني يوم يدخل على التطبيق فأقدر استفاد من share the preferences أنه أغزن الأشياء اللي هو أختارها حتى من يرجع يفتح التطبيق مثلاً يلقاها موجودة هاي الشكل اللي احنا نغزن الملفات أو هاي الشكل اللي احنا نغزن البيانات الطريقة الثانية هي شنو إنه شون تجيب هذه البيانات زين شون تجيب هاي البيانات فإذن احنا عدنا خلينيشوف التطبيق المفروض إنه نزل البلاغين نيجي على المين احنا راح أعمل مجموعة أشياء بسيطة خلينيشغل التطبيق لحد ما أوكي لحد ما احنا نكمل الكودينج هنانا زين الشغل براحت لو نيجي لي ماي هوم ستيت هنانا عندي فأنزل للأسفل مثلاً بالبادي أعمل لي شنو أعمل لي تشايلد أعمل هنا قوس أفتح الأقواس أكتب تشلدرن خلني جي نعمل هنا أنا sized box and أمطيلا height 20 مثلاً 0 راح أعمل لي text field زين حتى كدر أضيف عن طريق البيانات وبالtext field على سبي مثال نعمل هو نحتاج إلى controller أكيد 100% زين and أحتاج إلى decoration و و أقدر أحدد الإمبوت decoration أفتح الأقواس مالتا بالإمبوت decoration مثلاً نشوف نشوف عندي كثير من الشغرات أكدر رضيفة خلي نقول لنا نعمل لها border ويكون outline border فارزة فارزة label مثلاً خلي نقول إنسا ميها token زين بهذه الصورة and label يكون string لننسى و عدنا شنو مثلاً شوف عندك كثير من الشغلات خلي نقولها hint text place your name خلي نسويها صحة الله مثلاً نغزن الاسم name أوكي فمبدئياً رح يكون بهذه الصورة بس يحتاج لنا شنو يحتاج إنه إنه إحنا نصنع controllers أوكي طبعاً ده طردنا والتطبيق يشتغل أوكي فخلونا نجي نصنع controller مالتا إذا أجي هنا مثلاً أعملني text field أو text editing عفواً controller أسمي مثلاً my name يساوي text editing controller وفارزة منقطة ماشي يبقى عندي شنو المي نيم أجيب وين أضعها هنا بالcontroller just like this هذا أخذ من عند النسخة وكي هنا يخلص text field أضيفة وأضيفة هنا مثلاً elevated bottom تمام والelevated bottom عند الon press on child هذا نضيف لفارزة on child راح يكون text عادي زين يكون text let me check this one ونضيف مثلاً save bottom بيها on press راح يحفظ البيانات on press راح أخزن بيها خلني نقول راح أحفظ بيها البيانات هذا أحتاج أنه أعمله conist and الcontroller ما ينفع تقول لconist لين ليش لين هو أصلاً يتغير يعني ممكن أخلي أي شي بيها فما ينفع أقول لconist لذلك ما عملت children شتجر يعمل children كلها تكون بس هنا عندي شنو عندي on press وعندي controller ذور ما ينفع متغيرات فما ينفع عنه أقول لconist حتى عن text field ما ينفع أقول لها بس أقدر أقول مثلاً بالأماكن اللي يحتاج هو أقدر أقول لconist هنا فخلونا نشغل مرت لاخل التطبيق حتى نتأكد أنه الواجه ما تمت بنجاح ولو هي ما ما ضف نحن أي شي جديد يعني let me check this one شوف لاحظ عندي هنا name وعندي هنا save طبعاً تقدر أنت تخليها بداخل container يعني إذا أنت حبيت زين يعني بهذه الصيغة خلي نقول هنا container وهنا الفارزة مالتا بهذا الشكل and هذا أكيد عند نسينا نقول child ونضيف بchild مالتا بهذا الشكل خلي نقول نمر تلاخ run and guess what okay طبعاً إحنا كنا ممكن ننطيل أيضاً padding تمام edge inset dot all مثلاً ننطيل 12.0 بهذا الشكل خلي نعمل أيضاً هنا constant بما أنه edge ثابت ونقول هنا run dot ماشي إذن هنا عملنا الواجهة أنا شريد أريد أضيف هنا قيمة معينة وأحفظ ها زين يعني لاحظ الآن أنا فعلياً إذا طلعت من التطبيق أخرج من التطبيق وأرجع مرتل آخ رح نلقى أنه text field رح يبقى فارغ ونقدر نعمل لنا label label خلي نقول هنا مثلاً text إحنا عملنا container نقدر ناخذ هنا container copy وننزل هنا نعمل paste بس بدل text text field رح أضيف شنو رح أضيف فقط text بهذا الصور وفي داخل text مثلاً أعمل يفيد متغير let me check let me check زين خلي نقول هنا مثلاً متغير عندي اسم string my name لا ما ينفع نفس الاسم ما تمتغير خلي نقول مثلاً my name default default equal فراغ يعني أي متغير my name default equal فراغ فهذا أجيب أين أخلي إحنا dollar وهذا just like this and هنا عندي إشكالية change to my sorry أنا حاط لدولار وهو ما يحتاج دولار للمداخل string فنرجع عمر تلاخل نشغل التطبيق حتى نشوف التعديلات اللي صارت المفروض أنه شوف لاحظ صار مسافة بين اتهم وهو text هنا رح يكون ماشي يعني text إذا احنا فعليا هنا كتبنا hello وقلنا run فهنا رح يطلع لي hello أوكي طبعا هو ما سوى أي تغيير خلالي نقول امرت لك run من play المفروض الآن يظهر هذا ظهر عندك hello حلو طيب أنا الآن شون أقدر أغزن البيانات طبعا إحنا لو نجي على documentation فشي قولك إذا تريد تحفظ البيانات عندك أنواع يعني تريد تحفظ init تريد تحفظ boolean تريد تحفظ double string مش تريد مثلا رح أخذ string أنا ريد string طبعا مبدئيا أنت لازم تعرف الشاري preferences عندك يعني مبدئيا لازم الشاري preferences يكون متعرف في داخل شنو في داخل التطبيق مالتك نايس فأقدر أخذ نسخة من هذا أجل التطبيق مالتي أجي هنا نا مثلا أقول best طبعا هنا رح يشتكي يقول أنا أريد هذا class فأجي أقول import that's it تهل الموضوع ماشي بس هنا عندي await يعني shared preferences صح دين خزن بداخل التطبيق بس دين خزن على شكل XML في داخل التطبيق فأتعامل وياه مثل asset خلي نقول يستحسن أنه تستخدم await وياها يعني أنت ممكن تشيل await هنا بس رح ينطي تحذير فلذلك await مطلوب طيب أنا شون أستخدم await قلنا await تستخدم وياه الasync شون أسوي الasync بسيطة سوي فت function بداخل يعني يقول مثلا هنا void على سبي مثال underscore save data مثلا اوكي أنا كتبت date هذا غلط data وأعملها async يا سيدي هذا الشكل ونقولها شنوها يا سيدي حلوة نجي نانا لاحظ الآن يتقبلها ما عندي مشكلة هنا أنا ماشي فأني شا سوي مثلا أنا شنو اللي أريد أغيرها أنا اللي أريد أغيرها هو ال my name تمام يعني my name أنا أريد أغيرها ف my name هو شنو المحتوى اللي رح أضيفه أريد أحفظها بداخلها فشا سوي هنا أنا أقدر my name على سبيل المثال إذا أريد أغزن شوف شي يقول لي بعد ما عرفت هذا يقول لي إذا تريد تغزن فأنت هذا اللي رح يفيدك اللي هو string زيان هذا اللي رح يفيدك فأجي هنا أنا هذا اللي أحتاجه ماشي بس لكن هذا رح أخلي وين رح أخلي في داخل ال-set state هذا ال-await Sheila من هنا إنت عندك شنو آه سوري شفاني وين ضيفه هذا هذا ضيفه هنا هنا preferences فأنت عندك شنو عن طريق ال-set رح تضع هذا string في داخل مفتاح وقيمتها هذا مفتاح وهذا قيمتها زيان يعني هذا المفتاح وهذا القيمة مالتا فإحنا شنسوي مثلا عدنا قيمة معينة خلي نقول نقدر نطيل اسم معين شو تحب نطيل اسم خلي نقول مثلا اسم name تمام فأني من أخلي name شو أقدر أسوي هنا أقدر أعبي أي قيمة أنا أريد القيمة اللي أريد أعبيها هو عن طريق text صح له لا text input اللي هو مرتبط مع text controller فأني شو أقول أقول أنت أغزن هنا القيمة أوكي هنا أغزن القيمة يعني اللي أكتب أنا بال-input حرفيا هنا اللي أكتب هنا أنت راح تغزن بداخل الجهاز عن طريقة shared preferences هاي الخطوة اللي أنا أحتاجها ضروري هذا حتى أغزن حتى يغير من حالته شنقول set state فبال-set state هذا أضعها هالشكل فهذا أوتوماتيكيا بال-set state راح يشتغل إنه راح يغزنها طبعا ما تحتاج إلى await لأن هذا set state ما يحتاج إلى await هو راح يغزن لك القيمة مالتا باسم شنو باسم name أوكي إذن هذه هي كانت شنو لنحفظ البيانات طبعا أكيد وبدون أن أقول لك إنه saved data لازم تأخذ وين تروح تنطيها لل-button صح هنا اللي هو عن طريق هذا يقدر يحفظ لك قلنا ما دام هو function async and void فما يحتاج تخلي إلى الانوني ما سرع سنتقرت نادي هنا وما يحتاج إلى أقواس أقواس مت الفنكشن فقط اسمه فإذا من أضغط على ال-button راح شي سوي يحفظ للبيانات حل يحفظ لي بيانات شنو اللي أضيف هنا أوكي طيب أنا ليش ضفت لكم عفوا يحفظ لي هاي البيانات اللي راح أضيف هنا أنا ليش ضفت هذا التكست حتى مثلا اللي مخزون يعرض لي إياها أوكي فأني بعد ما أغزنه شلون أجلبه بسيطة نعمل نفس ال-function بس لكن هالمرة ال-function راح يكون لجلب البيانات فهنا راح شنقول لي get data جيب لي البيانات أيضا راح تحتاج shared preferences بس هالمرة بدل set راح يكون get تمام والget ما يحتاج إلى القيمة أنطيني المفتاح لأنني إذا عرفت المفتاح راح أعرف القيمة ما تعرف شنو هي ففعليا راح يحتاج إلى شنو يحتاج إلى get ماشي and هذا أقدر أنطي المن هذا بعد ما يجيب للقيمة على سبيل مثال أقدر أنطي لل my name default هو my name default ما لي مو hello مثلا إذا مخزون فرح يجيب لي ويغير فأقدر شنو له my name default يساوي القيمة اللي راح يجيب لي طبعا هنا راح ينطي error ليش يقول لك أنه إحنا ما نقدر نسوي plus إحنا هنا نقدر شنسوي نزود بشي خلي نقول هنا cut تمام ونخلي هنا أقواس ونرجع مرت لك نسوي paste ونخلي علامتين استفهام ونخلي فراغ ماشي هذا يجيب نقصد بيها إحنا ليش نطي نتحذير لين قيلك القيمة قد تكون ممغزون مثل حالتنا إحنا ما خزنين أي شي فهو ما رح يشوف أي شي ما رح يشوف هذه القيمة ما موجودة أصلا فإذا ما موجودة ممكن رح ينطيني error تمام فحتى لا ينطيني error أقول إذا أنت ما قدرت تجلب هذا خلاص عوضها بفراغ يعني لا تخلي أي شي بها فارغة my name default رح يكون فارغة بس لا أكثر لا أقل أوكي طبعا أنا بالنسبة لي هذا الكلام حتى أشغل لنجد data هنا لاحظ رصاصي معناتها ما مستخدم حتى أشغل مع التطبيق أول ما يشتغل التطبيق تذكر من كلمة أول ما يشتغل التطبيق تذكر دائما inner state فأقدر أخذ هذا الفنكشن وأضيفه بالإنت state حتى شنو إذا التطبيق مغزون بيها مفتاح اسمه name فيجلب لي إياها ويغير لقيمة my name default زين فخلي نقول هنا run المفروض إنه إحنا ما خازنين أي شي بالجهاز شوف لاحظ hello اختفى رح تسأل طيب وليش الhello اختفى إحنا ما خازنين شي نعم إحنا ما خازنين شي بس لما get اشتغل شاف إنه إحنا ما خازنين شي فعوض ها بشنو بفراغ تمام خلي نقول هنا مثلا no data فإحنا الآن فعليا ما خازنين أي شي فالمفروض يطلع لي شنو هنا no data شوف no data ماشي طيب وآلة الخزن الشو يصير بسيطة كلش انت بس ضغط على زر save data هو رح يغزل لك المعلومات اللي انت رح تنطي ليا عن طريق ال وين راح آه هيا عن طريق ال controller فخلني يجي هنا نغزن على سبي مثال محمد عيسى ونقول شنو save حلو الآن حتى نعرف التأثير مالتنا فشن قل stop نوقف البرنامج طلعنا من البرنامج تمام نرجع عمرت لاخن شغل البرنامج وخلينا يشوف هالمرة رح يرجع ينطينا no data لو رح يرجع يقدر يشوف لنا الاسم اللي خزنا اوكي هنا شو طلع علي محمد عيسى بالنص تلاحظ هنا طلع علي محمد عيسى اوكي نايس يعني هنا احنا عدنا المعلومات مالتنا اجدتي وتم خزنها في داخل ال data بيز ماشي بس اللي دا لاحظه انه هنا عندي يعني مجموعة حبشتكلات مثلا text edit value اوكي وبداخلها محمد عيسى هاي شنو هاي لانه احنا ال 컨ترولر من جينا حفظنا ما يصير نحفظ ال 컨ترولر مفروض نقول ال dot شنو طبعا هذا نخليها بداخل اقواس المجموعة اللي راح تصير عبارة عن مقطع فنقول my name dot text احنا نريد نحفظ النص وليس ال احنا نريد النص يكون بداخل ها ما يكون ما يكون ال 컨ترولر طبعا هنا ممكن نشيل الاقواس المجموعة لانه ما جاء ينضيف وياها اي تيكست حتى نخليها بداخل اقواس المجموعة فخلينا نرجع مرتل نقول الراعين تمام والان المفروض لا يسوي synchronization تمام كمل synchronization فنجينا نخزن على سبي مثال احمد عيسى فنقول هنا نحفظ حفظنا فاذا طرعنا من التطبيق مثلا لأي سبي من كان واذا نرجع مرتل الاخ لتطبيق مرتل الاخ ثم راح يظهر هاي الاشياء اللي ظهرت مع الكلام راح يظهر هنا فقط احمد عيسى لان نحن راح نحفظ النص فقط الاول كان فقط controller وهذا شي غلط يعني غير مفيد فانت تخزن بها شنو تخزن بها text اللي موجود بهذا controller لاحظ ظهر شنو عندك احمد عيسى فانت اي شي تخزن ان راح يبقى في داخل الموبايل واشو وقت ما فتحت الموبايل راح تلقى بيانات ما لات ترجع لك مرت اللغ فهالطريقة نقدر نسوي save حلو وهالطريقة نقدر نسوي شنو get شنو